من دمشق حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جيرد بيدرسون من جر سوريا إلى النزاع في المنطقة اعتبر أنه من الضروري للغاية إنهاء الحربين في لبنان وغزة في موازات ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي قصف بنا تحتية عسكرية قرب معبر جسية الحدودي وأشار إلى استخدامه من قبل حزب الله لنقل الأسلحة من سوريا للبنان الجيش قال إن الحزب يستخدم المعابر المدنية بما فيها لهذا المعبر لنقل الأسلحة إلى مصدرها إيران وتنقر عبر سوريا الجيش الإسرائيلي حمل السلطات السورية في هذا المعبر مسؤولية الإشراف على نقل الأسلحة لحزب الله وقد دعا الجيش الإسرائيلي في بيانه السلطات السورية واللبنانية للعمل لمنع استخدام المعابر المدنية لأغراض إرهابية على حد وصفه ينضامني مباشرة من دمشق الكاتب والمحلل السياسي السوري غسان يوسف أهلا ومرحبا بحضرتك سيد غسان على شاشة الحدث اليوم بأي سياق يمكن أن نفهم حديث بيدرسون كيف يمكن بالأحرى أن نوصف هذه التصريحات خاصة وأنه جبهة سوريا ليست بذلك الزخم والثقل كما هي الحال في لبنان أو غزة أو في العراق أو حتى في اليمن تماما تحياتي لك أستاذ أحمد والأستاذ المشاهدين أنا أعتقد أن بيدرسون لديه خبرة بالداخل السوري ولديه علاقات مع جميع الأطراف السورية وهو يرى أن يجب أن لا تمتد هذه الحرب إلى سوريا باعتبار أن سوريا اليوم في وضع اقتصادي ليس جيد وأيضا تحاول إسرائيل جرر سوريا إلى هذه الحرب وأيضا تقوم بضرب البنية التحسية والعسكرية وهي تقوم باتهام سوريا باتهامات ليست ضحيحة أنا أقول لك سوريا لم تخفي يوما علاقتها بالمقاومة ولكن هذه الاتهامات والقيام بضرب المعابر المدنية وغير ذلك أعتقد أنه افتراف لا يمكن للدولة السورية أن تقوم بنقل السلاح عبر هذه المعابر سيد غسان إذا سمحت لي فقط أقاطعك وأسألك عن هذه الجزئية أنا اليوم عندما أتحدث كنظام أو كدولة عن علاقتي مع المقاومة يعني ما هي طبيعة هذه العلاقة؟ لما أنا أتحدث عن علاقة أتشرف مثلا بهذه المقاومة ما طبيعة العلاقة؟ طبيعة العلاقة معناها سلاح معناها دعم لوجستي معناها كذلك أنا قلت لك سوريا لا تخفي ذلك ولكن هي دولة داعمة للمقاومة يعني داعمة لحركات المقاومة هي ليست حركة مقاومة ولكن اليوم يعني في ظل هذه الظروف وتصاعد هذه الحرب ويعني لاحظنا بأن الكل يريد وقف اطلاق النار الكل يريد عدم امتداد هذه الحرب لتشمل كل دول المنطقة الوحيد الذي يحاول أن يجد الزرائع ويحاول أن يوسع هذه الحرب هو نتنياهو ولذلك أنا أعتقد بأن كلام بيدرسون هو كلام عقل ودقيق ويريد أن يجنب المنطقة مزيد من النيران ومزيد من امتداد هذه الحرب ومزيد من الدمار والخراب وهو ذكر قراءة صاد أحنا بأن هناك كثير من السوريين اللاجئين عادوا إلى بلادهم وأيضا هناك الكثير من اللبنانيين الذين فروا من لبنان ودخلوا سوريا وقامت الدولة السورية بمساعدة متأمين هذه ما يحتاجون رغم إمكانياتها وهذا يؤكد بأن أولا الدولة السورية تقوم بواجبها وثانيا هي ليست منخرطة في هذه الحرب ولكن إسرائيل تريد أن تقوم بضربها واستهدافها وأيضا لجرها إلى هذه الحرب أعتقد بأن هذه الألعاب أصفحت مكشوفة من قبل سوريا ومن قبل المجتمع الدولي عندما نقول أن اليوم سوريا ليست منخرطة في هذه الحرب وهي ضمن محور الممانعة والمقاومة هل تبدلت رؤية دمشق تجاه ما يحصل في المنطقة؟ أكيد لا لا يمكن أن تتبدل بين يوم وليلة رؤية دمشق ولا يمكن أن تنسح من محور في الأساس هي قلب هذا المحور ولكن أنا أقول لك الدولة السورية تتصرف كدولة تتصرف كدولة لحماية أمنها وشعبها وتجنيب نفسها مخاطر نشوب حرب أنا أقول لك أي نشوب حرب بالنسبة للدولة السورية سيجلب الدمار والخراب وتعرف بأن سوريا أصلا هي سوريا تعيش على حرب منذ عام 2011 وهي مدركة لهذا الأمر أستاذ غسان وكأنك تقول أن السلطات السورية اليوم تتعامل بشكل يحفظ بقاءها وتصدر هذا المبدأ على أي انخراط من شأنه أن يدخلها في حرب مباشرة وتصعيد مباشر مع الإسرائيليين يعني ليس بالضبط ولكن أنا أقول لك يعني اليوم سوريا تنظر إلى سوريا ككل يعني مثلا لديك احتلال أمريكي في شمال شرق سوريا لديك احتلال تركي في شمال غرب سوريا لديك اعتداءات إسرائيلية لديك مثلا مجموعات راديكالية في مناطق متفرقة ولذلك اليوم هناك الكثير من المشاكل التي تحاول سوريا يعني أولا أما بالحوار أما بالمصالحات أما بالكثير من الأمور التي تقوم بها لإعادة وحدة البلاد ولذلك يعني جر البلاد إلى حرب أعتقد بأن هذا سيزيد الدمار دمار والخراب خراب وسيزيد التفتت البلاد ولذلك أعتقد تمام وسط هذه الرؤية التي تقوم بها دمشق كيف يمكن أن تتحرك وسط نفوذ إيراني هذا يعود إلى الدولة السورية ونحن هنا نتحدث بالتحليل كأعلامي وكصحفي أنا أقول لك الدولة السورية لديها علاقة استراتيجية مع إيران ولديها علاقات تاريخية مع إيران تمتد لـ 45 سنة إذا لم تكن 50 سنة يعني من الـ 75 وبعد قيام السورة بـ 70 تتوسطت هذه العلاقات اليوم سوريا ستتشاور مع خلفائها لاحظت الزيارات الكثيرة التي قام بها مسؤولون إيرانيون على مستوى عالي إلى سوريا وأيضا زهاب وزير الخارجية أنا أعتقد هناك تنسيق وحسابات للمرحلة القادمة وأيضا حسابات هل يمكن مثلا أي خطوة تقوم بها سوريا يجب أن تكون بالاتفاق والتنسيق مع أصدقائها سواء الإيرانيين أو الروس باعتبار أن سوريا هي على حلف مع إيران ومع روسيا ولذلك أنا أعتقد كل ما يجري بالتنسيق مع هذين الحليفين وأيضا لديها كما قلت لك أولويات أخرى يعني مثلا شمال الشرق سوريا قد يحدث فيه تطورات خطيرة أيضا الحوار مع تركيا ولذلك النظر إلى الموضوع فقط من موضوع الجبهة اللبنانية أعتقد بأنه قاسر ولكن كما قلت لك سوريا كدولة هي داعمة لحركة مقاومات سواء في لبنان أو في فلسطين من دمشق الكاتب والمحل السياسي السوري غسان يوسف شكرا جزيلا ويعطيك العافية ترجمة نانسي قنقر